الجزء الآخر وهو البعد السياسي في هذا الصراع طبعاً شفنا رد الفعل من طرف العصابة التي تحكم الجزائر وهو جاء في نقطتين رئيسيتين النقطة الأولى استدعاء السفير والنقطة الثانية عدم مرور الطائرات وخف أو غلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية نقلت بعض الناس بهذا المنطق لكن في الحقيقة هما قالوش طائرات العسكرية الفرنسية قالوا الطائرات العسكرية الفرنسية المشاركة في عملية برخان أي أن الأجواء هذه الملاحظة الأولى أجواء الجزائرية لم تغلق على الطائرات العسكرية الفرنسية ككل تغلقت على جزء إذا نفذوا التهديد على جزء من الطائرات العسكرية الفرنسية فقط تلك المشاركة في عملية برخان أي تلك التي تقوم بالقصف في مالي أساسا وأحيانا تقوم في بوركينفاسو والنيجر والتشات تقوم فيه بالقصف أيضا لما تسميه بين قوسين بالإرهابيين سواء كانوا صاح جماعات إسلامية مسلحة أو لم يكونوا جماعات إسلامية مسلحة أو هي تسمي الجميع اللي تحاربوا تسميه إرهابي إذن النقطة الأولى ماهيش كل الطائرات العسكرية الفرنسية أي أن المجال الجوي يا الجزائر يبقى مفتوح أمام الطائرات العسكرية التي لا تقوم بالقصف في ضمن إطار برخان لو كانت تكون في القصف ضمن إطار آخر يسمحوا لها بالمرور هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لم يقولون ماذا عن اللوجستيك ماذا عن البنزين والديزل اللي يروح للفرنسيس في شمال مالي وفي شمال نيجر في قوات فرنسية أيضا في النيجر كثيرا الناس ما يتكلموش عليها لأن المعارك الرئيسية موجودة في مالي لكن أيضا في النيجر تحدث معارك وتحدث أشياء ماذا عن إذن اللوجستيك الدعم خاصة البنزيل والكروزين وغيره ماذا عن الدعم المخابراتي احنا وجدنا مثلا العمامرة في 2014 يقول بصريح العبارة من أن الجزائر قدمت دعم بكل الألوان والأنواع وكنت قدمته لكم أكثر من مرة هنا في اللايب للفرنسيين ماذا عن هذا الدعم هل توقف أم لا هذه كل أسألة مطروحة ثم لماذا لم تخبروا الشعب الجزائري ولم تعترفوا بأنكم فاتحين الأجوال للطائرات الفرنسية حينما كنا نقول ذلك كان كثير من الذباب يخرج ويكذب وبعض المواقع وبعض الجرائد وكثير من الناس هنا يقولوا ليعطينا الدليل مع أنه الدليل واضح وهو أنه الفرنسيين أعلنوا عن ذلك في يناير 2013 وتصريح فابيوس موجود وين يقول بأن الجزائر فتحت لنا أجواءها دون قيود ودون شروط إذن هذه كانت كائنا لكن أنتم الآن تعترفون بأن الأجواء الجزائرية كانت مفتوحة للطائرات الفرنسية بعدما كنتم تنفون أو على الأقل لا تعترفون رسميا بذلك وذبابكم ينفي بالمناسبة متى كان ذلك؟ في الحقيقة أن الأجواء الجزائرية كانت مفتوحة منذ سنوات طويلة لكن رسميا لما جاء فرنسوا هولاند في حدود 20 ديسمبر 2012 ولعلكم تتذكرون ذلك حينما كان في العاصمة يدور ولابس جايبين له واحد لابس القنار ولابس لباس عربي هكذا يسلم عليه يبوس فيه يعني واحد الصورة واحد الهيلمان داروه باش يديروا نفس الصورة اللي دارها ديجول في لما جاء الجزائر في 1959 أو 1960 وابهر ديجول تقريبا نفس الجو خلقوه مع هولاند في 2012 في هذاك الوقت سمحوا بفتح الأجواء وبدعم الغزو الفرنسي لمال لكن قبل ذلك كانت أيضا الأجواء مفتوحة هل كانت أنا ذاك مفتوحة بشكل مستمر أم كانت مفتوحة كلما طلب الفرنسيون ذلك لا نعرف لكن ما نعرفه سقوط طائرة فرنسية عسكرية في 2006 كانت تقصف في مالي في المعارضة المالية ضد دريس دبي وسقطت من جهة أم البواقي إذا ذكرت رهي جيدة في 2006 لكن بداية من يناير 2013 أصبحت الأجواء مفتوحة بشكل دائم ومستمر ظهرت الآن معلومات تقول أن كان فيه اتفاق على أنه أربع سنوات لكن احنا رأيكم تغلقوا الآن قلتوا الآن تغلقوا معناها رهي مرت منذ يناير 2013 إلى الآن ثمان سنوات وتسعة أشهر إذا كان فيه اتفاق سري ما خبرتوش بالشعب الجزائري فمعناها فاتت ربع سنين وزدت وجددتوا ربع سنين ثم جددتوا الآن أيضا يعني جددتوا في يناير اللي فات لكن الأكيد أنه أكثر من ثماني سنوات وتسعة أشهر هذه في حد ذاتها ربما تخلي بعض إخواننا اللي خضعوا بالنوفمبرية اللي تبناها القايد صالح وقبلوا تبناوها بعض المعتوهين واللي كانوا يخادعوا في العقول الجزائرية بما فيهم معتوه بيرمينغام وصاحبه إلى آخره اللي كانوا يتحدثوا على التطهير داخل الجيش لعلكم تتذكرون قصة التطهير 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 القضاء على النفوذ الفرنسي داخل الجيش في هذاك الوقت اللي كانوا يقول لكم هذا القصص كانت الأجواء مفتوحة باعترافهم الآن في 2015 اللي انطلقت فيه هذه الكذبة الكبرى تعتطهير الجيش الأخرى بمساعدة وبفتح الأجواء الجزائرية ومن كان من كان قائد الأركان ونائب وزير الدفاع كالقايد صالح كالقايد صالح اللي من بعد تخلى مجال حراك وأطح ببوتفليقة اللي كان هو معاه طول الوقت جابنا النوفمبرية وبعدين صحابوا زادوا لها الباديسية ولا الباديسية الحقيقية معنية مظلومة مسكينة الباديسية الحقيقية ولا النوفمبرية لأن الجزائرين كلهم نوفمبريين في حقيقة الجزائريين ما عدى الحركة وأتباحهم واسناكت مثلهم إذن في الحقيقة هذا الموضوع يفتح واحد الزوايا السوداء نتعى البروباغاندا اللي كنا نحاربوا فيها وكانوا بعض خاوتنا إما خدعوا وإما استغفلوا أو أرادوا حبوا جاتهم على هواهم قلنا باللي ما كانش هذه التطهير داخل الجيش وقلنا هذك الكلام اللي كانوا يقولون أن التطهير راح كذبة كبرى وقلنا بأن الطائرات الفرنسية راح يتمر عبر الأجواء وراهم يقدمونهم الدعم تعليصونس والبنزين والكروزين ومرات المواد الخضر خاصة والفواكه إلى آخره والدعم تعلمخابرات من أجل احتلال مالي لأن النظام الجزائري لا يستطيع أن يستمر ما كانش عنده شرعية شعبية كان هناك غضب كبير خاصة من العهد الرابعة فما فوق حتى قبلها لكن خاصة من العهد الرابعة إنسان محنط تماما جايبينه في كرسي مش قادر يقرح حتى لاخر الناس كرهت من الوضع هذا الكاريتي تعبوت في ليقة فكان أمامه لازم يقدم تنازلات لفرنسا لأن فرنسا هي اللي تعطيه الشرعية العالمية وتخلي الدول الأخرى ما تحاسبوش وتدافع عليها على المستوى العالمي منظمات العالمية ومستوى الدبلوماسي الإعلامي إلى آخره كنرجعون لهذه المرحلة بما فيها مرحلة مارس 2019 شكون لما شعب خرج وكانت المظاهرات والاحتجاجات وبعدين قالوا لا نديرو عهد الرابعة موسع نزيدو لها عامين والله شكون اللي خرج يدعم فيها ماكرون خرج الدعم من باريس في نفس الوقت اللي يعلن عليه على مشروع توسيع العهد الرابعة لكن الحراك رفضها وأسقط توسيع العهد الرابعة كما كان قبلها أسقط العهد الخامسة ثم أسقط بوتفليقة كله من كان يدعم النظام؟ الفرنسيين من كان رئيس؟ ماكرون طيب لما نمشو شوية عندما أسقط شعب الجزائري بوتفليقة وجل قايد صالح ولعبها على أساس أنهم على الشعب وا 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 وتحدث حتى على المادة السابعة والثامنة ثم شعب أسقط أيضا انتخابات الربعة جويلية 2019 من كان يدعم انتخابات الربعة جويلية على المستوى الخارجي الفرنسيين ومعهم دول أخرى لماذا؟ لأن هذا النظام هذه الدول كلها تنهب من نور فرنسيين خاصة الفرنسيين وبعد يجو الصينيين والروس أساسا يعني ومن بعد يجو أمريكيين ويجو الأتراك ويجو الإسباني ويجو غيره فهذا النظام يخهر شعبه وينهب شعبه جعل البلد متخلفة ورديئة فاشلة من أجل أن يبقه والدول الأخرى تنهب فينا سواء تنهبنا ماديا أو تنهب مصالحنا الاستراتيجية والسياسية والعسكرية إلى آخرين إذن عندما ظل الشعب يخرج ويعترض على مشروع 12-12 انتخابات 12-12 من كان يدعم النظام الجزائري أساسا؟ فرنسا من كان الرئيس ماكرون من كان هناك آنذاك؟ كان القيد صالح وما يسمى بالتطهير والجيش النوفمبر الباديسي هذه الحقائق عندما خرج الشعب وخرجوا ملايين وضد الانتخابات تعتبوه وقالوا الشعب لانتخابات مع العصابة شكون من هو الأوائل تقريبا بلك إذا نحينا بعض الدولات المسخة هذه المحيطة اللي جاء منها تهنئة لتبون فرنسا بعدهم جاءت فرنسا فرنسا ماكرون الرئيس من الأوائل الذين دعموا انتخابات واعترف بانتخابات تبون ما تلقيت صالح وبدأت الأمور تتغير وتنقلب هل تراشع الدعم الفرنسي؟ لا استمر وكل أسبوع أسبوعين يقول لك تبون يتصل ماكرون يتصل بتبون تبون يتصل بماكرو ويخرج ماكرون يقول لك تبون الرجل الشجاع لاتذكروا حديثه إلى جون أفريك في نوفمبر الماضي نوفمبر 2020 في الوقت اللي كان دينوا إلى إلى ألمانيا فيما بين الموت والحياة كان يقول لنا باللي تبون تبون رجل الشجاع وكان يدعم وغيروا الدستور ودخلوا له مواد لأول مرة بش يذهب يرسل الجيش إلى الخارج كان ماذا؟ كان الاستبدال الجيش الفرنسي لأن الفرنسيس خلاص ملوا من موت أبنائهم في مالي خاصة وكان فرنسا تريد أن ترحل وتجيب لتيرايير لنيو تيرايير تجيب للمقاتلين هذا الجديد يخلفوها وأساسا قال لك بدون جيش الجزائري ما نقدروش إضافة إلى كانوا يحبين يضيفوا أيضا الجيش المغري بجزء من الجيش المغري طبعا لمساروا كانوا مشاركين إلى آخر لكن قال لك أساسا للجزائر لأنها هي المحادية للنيجر ولمالي وحيث المصالح الفرنسية الرئيسية وغيروا الدستور ومشاو اللي خلق بيناتهم الإشكالات هما نقطتين رئيسيتين وأنا بكل تواضع أعتز بذلك يعني أني من الذين من الجزائريين الذين قاوموا بشدة موضوع تعديل الدستور من أدل إرسال الجيش وافضحت وتكلمت في عشرات اللايفات لا يقل عن 30 لايف ولا 40 لايف اللي تكلمت فيه سواء باختصار أو مطولا على موضوع إرسال الجيش وأتبين لهم فيما بعد أن هناك غضب داخل الجيش وداخل الشعب الجزائري لا يريد إرسال جيشه وكان الحرك يخرج ويقولوا أولادنا ما يخرجوش من بلادنا وعارض الحرك بقوة أن يخرج جيش جزائري وبدأ بالفعل نوع من التضمر حتى ما عند بعض كبار الجنرالات من موضوع إرسال الجيش جزائري هذا بدأوا يفهموه وبدأوا يتراجعوا أرسلوا جزء من الجيش وكان حتى لمدينة في وسط ماليا لكن الآن هم سحبوهم ومش من الآن عندهم حتى شهر ونص ولا بدأوا يسحبوا فيهم بعدما بدأت العلاقات تتوتى